اشتركوا في القناة تمرتين او ثلاثة على حد اكثر لان التمر يمدك باحتياجك من السكر اللازم للجسم وخصوصا المخ وله العديد ايضا من الفوائد الصحية الحرص ايضا خلال شهر رمضان على شرب كمية كبيرة من الماء وتناول الاطعام الغنية بالمياه مثل الفواكه والخضروات بين الافطار والصحور واضحت وزارة الصحة والسكان ان شهر رمضان هو الوقت المناسب للبدء بالحد من استهلاك الكفايين في حال عدم القدر على التوقف الكامل ننتقل الان الى شركة مياه الشرب بالاسكندرية حيث اعلنت عن تواجد سيرات خدمة العملاء المتنقلة وتتمركز السيرات الخدمية من يوم الرابع والعشرين من مارس ليوم الحادي والثلاثين من مارس في الميادين العامة واكدت شركة مياه الاسكندرية ان سيرات خدمة العملاء المتنقلة تأتي في اطار تحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والوصول الى الرضا العملاء كأحد الاهداف الاستراتيجية للشركة وللتيسير ايضا على المواطنين من كبار السن او العملاء ممن يصعب عليهم الحضور لمراكز خدمة العملاء واشرت الى ان السيرات المتنقلة تقوم بتقديم الخدمات المتعددة وهي تعاقد على ادخال العددات واستقبال شكاوى وشحن كروت العددات مسبقة الدفع والاستعلام عن الفواتير وسداد الفواتير ايضا الان الى ادارة المرور حيث وضعت الادارة مجموعة من الاجراءات لكي يتم من خلالها استخراج رخصة قيادة خاصة ويجب ان يتبعها جميع سائقي تلك المركبات ومن تلك الاجراءات تقديم طلب استخراج للرخصة على نموذك اجراء اختبار شفوي في قواعد المرور وادابة واجراء اختبار عملي على القيادة اصدار الرخصة لمقدم الطلب والمعايير المؤهلة للحصول على الرخصة اقامة مقدم الطلب في دائرة التقديم او وحدة المرور الحد الادنى للسن 18 عاما اثبات اللياقة الطبية وصورة بطاقة الرقم القومي السرية او للطلاع على الاصل تجهيز اربع صور شمسية المؤهل الدراسي او صورة منه في حالة عدم اثبات المؤهل بطاقة الرقم القومي ايضا تقديم ما يفيد الاشتراك في التأمينات اما هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فحددت يوم الاحد المقبل الموافق الـ 26 من المارس الجاري موعدا لبدء حجز وحدات مشروع جنة وسكن مصر ودار مصر وجاءت الموعية كالتالي يوم الاحد الموافق الـ 26 من المارس من العشرة صباحا لحجز وحدات مشروع جنة السكني الثلاثاء الموافق الـ 28 من مارس لحجز وحدات مشروع دار مصر والخميس الموافق الـ 30 من مارس لحجز وحدات مشروع سكن مصر والاثنين الثالث من ابريل لحجز وحدات مشروع الاسكان المتميز والاربعاء الخامس من ابريل لحجز وحدات مشروع الحسة العينية القطمية جوردنز الآن إلى هيئة الأرصاد الجوية حيث من المتوقع أن يشهد اليوم ارتفاعا فيه درجات الحرارة على الأنحاء كافة بيسود تقص مائل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء مائل الدفئ على السواحل الشمالية الغربية حار على جنوب البلاد بارد ليلا على أغلب الأنحاء ومن المتوقع أن يشهد اليوم صحوبا رعضية قد تكون مصحوبة بحبات البرد ونشاط الرياح مثيرة للأتربة على بعض المناطق وفرص أمطار متوسطة ليلا تكون رعضية أحيانا على مناطق متفرقة وفترات متقطعة على القاهرة الكبرى وأمطار متوسطة مساء قد تكون غزيرة ورعضية أحيانا على فترات متقطعة على الوجه البحري وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعضية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية وبالنسبة لي درجات الحرارة اليوم الجمعة القاهرة العظمى 28 الصغرى 15 إسكندرية 22-15 مطروح 21-14 سوهاك 3 درجات شاهدين الكرام متواصلون مع حضراتكم في تقطيع إخبارية على مدار الساعة على شاشة التلفزيون اليوم السابع شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء شكرا جزيلا على المتابعة وإلى اللقاء